خمس دقائق خمس دقائق فاصلة في تاريخ الكرة المصرية كان ممكن ان العالم كله يتكلم على المنتخب المصري في خمس دقائق كلام تاني خالص غير لتقال خمس دقائق بالزبط من دقيقة تسعين لدقيقة اربعة وتسعين وشوية المنتخب المصري جي فيه هدفين من كريستيانو لناردو النجم العالمي نجم العالم الاول مع ميسي طبعا لكن في اربع دقائق فاللي هيقول بقى ان احنا كنا بنجرب وان احنا كنا بنعمل كلام غير مقبول بالمرة من وجهة نظري انا برضو خمس دقائق كانوا يفصلونا زي ما قلت حضرتكو لحظة فارقة في تاريخ مصر الكروي كسبت منتخب البرتغال منتخب البرتغال الحائز على بطولة اوروبا في النسخة الاخيرة بنجم كلها بما فيهم كريستيانو لناردو كسبتوا ومباراة البرتغال كمان في مباراة ودية لكن مباراة ودية دولية العالم كان هتكلم عليك حاجة تانية خالص غير الكلام اللي حصل بقى البرتغال ينطفت في اربع دقائي البرتغال بقى ورانا وشه الحقيقي في اربع دقائي البرتغال لما فيه كسب مصر في اربع دقائي الكلام اللي تقال ده كله لكن احنا كمنتخب مصر كان شكلنا حلو قوي في الاول طبعا وكنا منوظمين جدا لكن عندنا اخطاء واخطاء كبيرة جدا اعتقد ان مستر هيكتور كوبر لازم يتدركها وبسرعة شكل الاداء متغير شوية لكن مش شوية ده شكل المنتخب المصري للناس كلها بتتمنى لعيبة اعتقد ان احنا كنا عاملين لكريستيانو لوراندو طبعا كريستيانو انا بلعب بكريستيانو لكن انا في الملعب خلاص انا لعيب زي زيه احنا اي حد يلمس كريستيانو عايزه روح يسلم عليه كريستيانو مادي ايده مرة ما ما مادي ايده تانية ما ما مادي ايده تالتة بيسيب اللعيب ويجري عشان ياخد الكورة فاحنا موضوع برضو كلعيبة لازم ناخد بالنا من الكلام ده كله كريستيانو طبعا لكن كريستيانو في الملعب خلاص زيه زي اي حد نفسي نفسي يبقى عندنا بمدربنا كمان ربع الثقة اللي في محمد صلاح محمد صلاح لما جاب الجون عادي خالص كريستيانو لما جاب الجونين كان فرحة يستري محمد صلاح جاب الجون عادي جدا 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 نفسي يبقى عندنا ربع الثقة اللي في محمد صلاح محمد صلاح عنده سكة ما شاء الله ما شاء الله لو وزعناها على لعبة مصر كلها هناخد كاس العالم أساسا مش هنطلع من الدور الأول أو هنكمل حتى في الدور الثاني عايز أقول لكم تاني اللي يقول المستر كبر أو التبرات اللي قال مستر كبر أنا بجرب وبشوف لعيبة وطلعت محمد صلاح ونزلت مش عارف مين وطلعت مين ونزلت مين الجمهور هتقولك ما احنا عايزين نشوف حضرتك برضو لما بتكون كسبان بتحافظ على نتيجة ازاي عايزين نشوف حضرتك وانت كسبان اتنين واحد صفر وفاضل أربع دقايق ازاي تطلع من برا كسبان ازاي تخلي مصر كسبة البرتغال بيكمل نجومها والبرتغال اللي خادت كاس أوروبا في النسخة الأخيرة منتخب مصر كسبانها ما يتعدلوش ويكسبوك في أربع دقايق برضو للناس من حققها تقيم منتخب مصر أو المدرب الكبير هيت توركوبر بتاع منتخب مصر في أربع دقايق الناس من حققها تقول كده والناس ممكن تقول كده فعلا لو الناس قالت كده فأنت بتقيم لعيبة قيم لعيبة وشوف لعيبة زي ما انت عايز لكن كتفرصة انت تطلع بالمنتخب المصر كسبان برتغال ما تقوليش بجرب ما تقوليش ما تقوليش ما تقوليش لا كان هيبقى أربع دقايق فعلا أو كان هيبقى نصر هيغير شكل الكرة المصرية والعالمية في نظر العالم كله لكن ماشي مباراة عدت عندنا أخطاء والناقشة مع ضيوفنا الكرام بعد قليل عندنا أخطاء حجازي نجم المباراة الأول مع علي جبر لكن فيه بطء شديد جدا 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 أعتقد أن سعد السمير لازم بقاليه دور لازم بقامي فيه مساك مع حجازي تحديدا عنده سرعة الاسبرنتات السيارة اللي ياخدها بسرعة جدا دي هيبقى أحسن بكتير مع علي حجازي أو مع علي جبر يعني كل الاحترام للعيبة لكن سعد السمير أعتقد أنه لازم بقاليه دور لأن سعد أسرع أسرع مساك موجود في المساكين الحاليين برضو كنا نبارح بنضغط على البرتغال من قدام ضغط منظم قدام بس لكن وراء كنا بنشوف كروسات بتعمل من خلف الأمام لكريستيانو أو من الفرود التاني هقول لكم كل الأسماء بالتفصيل أنا مش عايز بس يعني أخد كلام الضيوف لكن كنا بنشوف الكروسات بيروح ياخدوها وبيعملوا مرتدات عينها بسرعة جدا فلازم الضغط يبقى ضغط منظم ضغط منظم إزاي أنت بقى عندك اثنين مساكين على الأقل فيهم مساك عنده السرعة اللي تجاري أي فرود هيبقى عنده سرعات لأنت لو ضغطت بالطريقة كنت تضغط بها مبارح وراحت عليك واحدة راح فرود خد الكورة وجري وراه كسافة عددية هجومية من الفريق المنافس أكيد هيجي في ناجون دي حاجة الحاجة التانية النني بصراحة صعب تقييمه يعني الجماهير المصرية بتقول عايزين يقايمه النني عايزين يقايمه النني وطرق حامد هل هم الاثنين مناسبين في الحالة الدفعية والحالة الهجومية هل احنا محتاجين ديفندر بطعم هجومي شوية أو بمزاق هجومي شوية دي تساؤلات برضو هنجاوبها على حضراتكم أنا بطرح لكم رأي الشارع العام وليس رأي الخاص رأي الخاص بقول من وجهة نظري ترزجي العيب مهم جدا صلاح مش هتكلم عليه لأن صلاح خلاص ان شاء الله يبقى ملك الكرة في العالم زي ما أنا قلت قبل كده صلاح حاجة جميلة جدا جات له من أنصاف الفرص دلوقتي بيجيب أهداف وأهداف لا تصد ولا ترد صلاح ربنا يحمي يا رب دايما قولوا ربنا يحمي محمد صلاح عشان دايما هو فعلا اللي بيدخل فرحة في قلوبنا وهو منتخب مصر بشكل كبير جدا مع طبعا رجالة منتخب مصر لما سألو أحمد فتح قال لهم محمد صلاح منتخب مصر اللهم أه منتخب مصر لما سألو هوكتور كوبر قال لهم لا محمد صلاح يعيب مفيد لكن مش منتخب مصر لا هو منتخب مصر محمد صلاح لما طلع اتأثر منتخب مصر هجوميا بشكل بنسبة 80% وحضرتك عارف كده فمش الناس بكلها بتطلع تقول ميسي نجم الأرجنتين هو نجم الأرجنتين ميسي نجم برشلونة وبرشلونة بيحملوا الكثير الأسماء اللامعة والنجوم الكبيرة جدا مش عيب أن أطلع أقول محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول طبعا محمد صلاح هو منتخب مصر فعلا بمساعدة الرجال المصريين كلهم بمساعد اللعيبة واللعيبة فرحانة صلاح هو نجم منتخب مصر أنه هو ليه ثقل كبير جدا في منتخب مصر محمد صلاح طلع مش عايز أقول حرقة شخصية عايز أرجع لكلامي تاني لا كنت خليه علشان نكسب المكسب ده كان يعمل لك حافز معناه كبير جدا جدا كان يعمل حافز معناه لحضرتك ويعمل حافز معناه لللعيبة عالي جدا كان يعمل حافز معناه للجمهين المصرية للبلد كلها لكل اللي بيحبوا الرياضة المصرية وكل اللي بيحبوا الرياضة العربية ويقول لك ده منتخب مصر كسب البرتغال في مباراة ودية دولية بكامل نجومها فما ينفعش أطلع بره رأي أقول لسه أنا كنت بغير وأن أنا كنت بجرب وأن أنا كنت بجرب ومعبن لا أنا بصراحة أنا بقى بصراحة ضد الرأي ده خالص عندنا أحمد فتحي طبعا معذور جدا أنه هو بلعب عليه كريسيان روندو كريسيان روندو راح لعبدالشافي شوية عبدالشافي ظهر بمستوى معقول قلت ترزيجيه كوكا كوكا لازم برضو هو نفسه لعيب كويس لكن أحمد حسن كوكا ما ينفعش بقى مهاجم مصر وصعب أنه هو يستلم تحت ضغط خصوة أن أنت تلعب كمان على هجمة المرتدة فلازم تعرف تستلم تحت ضغط وأكيد أنت لعيب كويس جدا من السهل قوي لكن ما عرفش مبارح كان فيه أي كرة تحت ضغط كانت بتروح منك وإحنا عندنا محطة لازم بقى الفيروت بتاعنا محطة بنلعب بحالة دفاعية بنلعب على الكونتر أتاك أو الهجمة المرتدة اللي ما عملناش خالص مبارح وعملناها مرة أو مرتين وفضلنا كرة تبتروح لعبدالله سعيد بوقف لغاية لما يستنى الناس لو عندنا حاجة متفقين عليها كنا ممكن نجيب الجوان لكن عندنا الأداة اللي تخلينا نعمل الهجمة المرتدة حلوة قوي لكن ينقص الهجمة المرتدة حدم الديفندرات حدم الديفندرات بيجيد الحالة الهجومية مع ترزيجي مع محمد صلاح مع عبدالله سعيد مع حدم الديفندرات مع فيروت هتعمل الهجمة مرتدة نموذجية بتتعامل على الأقل بتلات لعيب ممكن تتعامل بأتنين لعيب فلو احنا متفقين علي كده فأعتقد ان الشكل المنتخب مبارح كان كويس لكن مش هو ده الشكل اللي احنا مستنينه والتغيير اللي احنا مستنينه من هكتور كوبر هو قال وعدنا بتغيير لكن لو رحنا بقى للصحف العالمية قالت لك البرتغال انتفضت حقهم البرتغال لما كشرت عن أنيابها في آخر خمس دقايق جابوا فينا جولين نفس الجوال يا جماعة لو تفتكروا اللي كانت بتيجي فينا في كاس الأمم نفس الأخطاء الدفاعية هل احنا دفاعية المنظمين هتقول ليه كريسيان والرادة هقول لكم فيه لعيبة كتير جدا بتلعب بدمغة كويس جدا هتقول ليه الجامب عالي هقول لكم فيه لعيبة بتعمل جامب عالي لكن أخطاء تمركز في الدفاع هو ده اللي أنا بدور عليه أخطاء تمركز في الدفاع في البطولة الأفريقية هي هي لما حد يقول لي نحنا بلعب بطريقة دفاعية منظمة هقول له لا طريقة دفاعية منظمة ما جيش فيها جنين في آخر أربع دقايق نفسي منتخب مصر أنا كمصري يكون أحسن منتخب في الكون كله كان نفسي نكسى بمبارح زي ما قلت لحضراتكم بكرر وبعيد وهعيد كان هيفرق معنا زي الفرق بين السماء والأرض هيفرق معنا كتير جدا 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 وهتخلي الفرق تعمل لنا ألف مليون حساب لو هم عاملين حساب لمحمد صلاح هقول لك لا ده الفرق فرقة منتخب مصر كسبة البرتغال اثنين واحد صفر فأتمنى من مستر هكتور كبر أنه يعيد أوراقه ويعيد تنظيم الحالة الدفاعية حديدا ونشوف النقاط اللي تكلمنا عليها ونتكلم عليها مع ضيوفي الكرام آخر حاجة هقولها الحارس الكبير جدا محمد الشناوي اللي أنا عارف قيمة الحارس ده وعارف قديه هو موهوب أول مباراة أولية لعبها ضد البرتغال ضد كريستيانو ناردو دخل فيه جولين من الستة انت تشوف كريستيانو ناردو كده لوحدك كده بينك وبينه ستة هاردو أساسا تخاف أي حارس مرمى في العالم مهما كان اسمه مهما كان قمته لما يشوف كريستيانو لما يشوف ميسي هو وهو بس مواجهة بس مباشرة أساسا هيقم عليه هيقع فتخيل الشناوي في قلب الستة كريستيانو ناردو بحط كرة بدماغه الحاجة الممايز فيها كريستيانو ناردو قوي والشناوي يتعامل معها برضو وكان هيجيبها لكن طبعا كرة صعبة جدا الجوني التاني طبعا استحالة أي حد يجيبه فلو سمحته النقد الغير بناء واللي مستهدف على الشناوي حارس مرمى منتخب مصر وكسبنا واد آسف يعني كسبنا لعيب كسبنا شاب كسبنا حاجة جميلة جدا حاجة تطمننا بعد الحضري مع شريف إكرامي مع الشناوي مع عواد فبنكسب بنكسب حراس مبارح واقف انت متطمن الكرة اللي الحاكم حسبها فاول مش فاول الكرة اللي خدم الرجل أحمد فتحي مش فاول مش عشان أنا أهلاوي مش عشان الشناوي أهلاوي أقسم بالله العظيم أبدا أنا بتكلم عن الشناوي كحارس واعد حارس عملاك حارس يطمنك كمنتخب مصر مبارح بتعامل مع الكرات كلها واخد الكرة العالية كلها واخد شوط صعبة جدا كريستيانو عارفين كريستيانو ما بشوت بشماله مطلعها شوتها تانية جابها بإيده وطلع خدها فمنتها السبات فدعموه شجعوه لكن نقض على قسوس ثانية طبعا لا ان شاء الله الشناوي بإذن ربنا بمجهوده بتعبه ان شاء الله يبقى حارس منتخب مصر الأول في كاس العالم وكل التحية والاحترام والتقدير للكابتن أحمد ناجي ان هو بيدي كل واحد حقه اقولكو بسرعة النتائج المباريات نتائج الفرق في المجموعة بتاعتنا في كاس العالم روسيا لعبت مع البرازيل 3-0 مع الرقفة 3-0 مع الرقفة الماتش لو يخلص زي ما الدنيا ماشا كان يخلص 6-7-8 فروسيا مش الفريق المرعب منتخب مصر هو الفريق المرعب واللي يقول لي أدوات منتخب مصر ويكتور كوبرا ستدي الأدوات اللي موجودة عندنا عندنا لعيبة محترفة ولا لعيبة تعمل أي حاجة محتاجين بس حد يقول له ما اعمله إيه أنا مش عايز أبقى يعني قاسي أكتر من كده روسيا زي ما قلت لحضراتكم خسرت 3-0 من البرازيل أوكرانيا والسعودية 1-1 إن شاء الله أورجوي كمان وتشيك تشيك كسبة أورجوي 2-0 إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر أورجوي هيلعب مع ويلز أورجوي آسف كسبة التشيك 2-0 أورجوي هيلعب مع ويلز إن شاء الله يوم اللي 2-26 الساعة 1-5 وفيه ماتش تاني السعودية وبلجيكا يوم الثلاث الساعة 9-4 وفيه روسيا وفرنسا يتفرجوا على الماتش ده يوم الثلاث أيضا 27 مارس هنشوف الفرق دي هنشوف وجهها الحقيقي وشكلها الحقيقي إن شاء الله كل التوفيق لمصر وكل التوفيق لهكتور كوبر أنا بتمنى لك أنا أنت تبقى أحسن مدير فني في العالم عشان أنا مصري وبحب فرقتي إن شاء الله تبقى أحسن مدير فني وإن شاء الله تفرحنا وتفرح كل جميع المصرية مع منتخب مصر الرجالة أعتقد إن احنا نطلع فاصل ونستقبل ديوفنا الكرام ولو معنا أخبار نقولها مع ديوفنا الكرام ديوفنا الكبار الكابتن عادل عبد الرحمن نجم مصر نجم نجل نجل آلي والأستاذ القليل والأستاذ عادل عطية الناقض الرياضي فاصل واستنون اشتركوا في القناة